أهلا بكم التضخم يتربع على عرش الأسباب التي تقلق العالم وفق أحدث تقرير لإبسوس فصدمة الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد في أكبر قفزة في تكلفة المعيشة منذ عقود جعلت من التضخم الشغل الشاغل الذي يحاصل العالم اليوم الاستطلاع شمل 27 دولة 26 منها تشهد قلقا متناميا بشأن ارتفاع الأسعار بسبب الصدمة التي تسببت بها الحرب الدائرة في أوكرانيا في أسواق السلع الأساسية سلسل مشاركين في الاستطلاع قالوا إن ارتفاع التضخم كان أحد أكبر مخاوفهم مقارنة بنسبة بلغت 10% فقط قبل عام اللافت أن التضخم لم يكن من بين المخاوف منذ سنوات لكنه أصبح أحد أكبر خمس مخاوف في العالم لأول مرة عام 2013 ثم صار أكبر مصدر قلق هذا العام بعدما قفز بنسبة 6% إضافية ليصبح أكبر شيء يهيمن على عقول البشرية التضخم وصل في عدد من الدول المستطلعة إلى ارتفاعات تاريخية في تركيا مثلا قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقدين ليصل إلى 70% وفي الولايات المتحدة تتسارع الأسعار بمعدل لم يحدث منذ ثمانيات القرن الماضي في وقت تتوقع فيه المملكة المتحدة أن يصل معدل تضخم فيها لدى الشريح الأفقر من المواطنين إلى 14% قبل نهاية العام من ينافس على مرتبة القلق أيضا يمكن ملاحظة الفقر وعدم المساواة الاجتماعية كأحد أكبر المخاوف يليهما الأمن الوظيفي وأما الشعور العام بالسلبية من المواطنين تجاه بلادهم فهناك نحو ثلثي المشاركين يشعرون بأن دولهم آخذة في التدهور وتتخطى هذه النسبة 60% في 19 دولة من أصل 27 لتبقى نافذة فرح صغيرة وهي أن المخاوف من كوفيد 19 تبددت وباتت الجائحة شيئا من الماضي